لأن سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمحفزين أولم يعلموا أن الله يبسط بطل من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومهم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب إن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بضة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت جعاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم متوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور ولا هم يحزنون الله طالب كل شيء وهو على كل شيء وكيف له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات لا لأولئك هم الفاسعون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهدون ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرفت ليحفظن عمم ولتكونن من القاسرين بل الله فاعبد من الشاكرين وما قدر الله حق قدرني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياكم بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فانفق بالصور فصعط من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم انفق فيه مصرا فإذا هم قيام ينفرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي له الشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا نخلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وفيق الذين كفروا إذا جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتح أبوها وقال لهم قزنتها ألم يأتكم رسوم منكم يسلون عليكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لطاها يومكم هذا وقالوا بدا ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين ليلة دخلوا أبواب جهنم مقاربين فيها فبهتمت والمتكبرين وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتح أبوابها وقال لهم قزنتها سلام عليكم صبتم فادخلوها خالدين